السلام عليكم ده ان شاء الله الفيديو الاول في شرح زمن المدارع البسيط The Simple Present Tense في اللغة الانجليزية لازم نفهم الاول المدارع البسيط بيعبر عن ايه امتى بستعمل المدارع البسيط لما تفهم كل زمن بيعبر عن ايه ده هيسهل عليك انك تختار الزمن ده انك تكتب بيه او تتكلم بيه المدارع البسيط بيدل على فعل بيحصل بشكل متكرر والروتيني حاجة بتتكرر زي مثلا I got school everyday انا اذهب الى المدرسة كل يوم فكرة ان انا بروح المدرسة كل يوم ده حاجة بتتكرر فده بنستعمل مع المدارع البسيط يبقى فعلي go يذهب انا احطه في المدارع البسيط I got school everyday everyday بتدل على التكرار يعني كل يوم المدارع البسيط بيعبر برضو عن عادات متكررة يبقى احنا برضو في اطار التكرار حاجات بتتكرر They watch TV in the evening هما بيشوف التلفزيون في المساء فانا بفهم من كده ان هم متعودين يعملوا كده عموما يعني في المساء بيحبوا يتفرجوا على التلفزيون كمان المدارع البسيط بيعبر عن حقائق يعني حاجة دايما حاجة سبتة We live in Cairo احنا عايشين في القاهرة طبعا احنا مش عايشين في القاهرة النهار ده بس ولا مبارح ولا السبوع ده بس لا احنا عموما بشكل دائم وثابت فاحنا عايشين في القاهرة We live in Cairo نحن نعيش في القاهرة كيف نكون الفعل في المدارع البسيط ازاي يخلي الفعل شكله في المدارع البسيط لو قلنا I أنا أو You أنت We نحن زيهم فهنجيب فعل زي Eat يأكل هنجيبه زي ما هو كده I eat أنا أأكل We eat نحن نأكل You eat أنت تأكل They eat هم يأكلون يبقى الفعل المدارع البسيط بيبقى زي ما هو مع I, You, We, They لكن مع هي وشي وإت فالأمر بيتغير شوية الفعل بنضيف لي حرف S مع هي وشي وإت فبيبقى Eats He eats هو يأكل She eats هي تأكل It eats هو يأكل طبعاً It دي لغير العقل اللي هو مش إنسان فبنضيف للفعل S مع هي وشي وإت وركز في النقطة دي أو هتنساها نيجي للنفي لما أخلي الفعل منفي يعني مش مثبت يعني لا يأكل I don't eat أنا لا أأكل You don't eat أنت لا تأكل We don't eat they don't eat فهنقول Don't eat تبقى Do not Don't Don't eat لا يأكل I don't eat you don't eat we don't eat they don't eat مع هي وشي وإت هنقول Doesn't eat Doesn't يبقى بنحط هنا بدل دو خلناها وحطنا لها برضو Not اللي هي N أبوستروف T اللي هي أكانت أصلاً N-O-T Not He doesn't eat she doesn't eat it doesn't eat هو أو هي لا تأكل طيب نقيم اللي إحنا خلناه دلوقتي وتعالوا نشوف إحنا واخدين بالنا ولا لا ده علامة صح أو علامة خطأ لو الجملة اللي قدامك تركيبتها صحيحة قولوا إن دي صح لو غلط قولوا إن دي غلط البنت دي بتقول أنا بلعب تنس في أيام الجمعة طيب ينفع قول إذا ضحاتت S على الفعل play طب إحنا قلنا نحط الـ S إمتى؟ مع هي وشي وإت والإسم المفرد لكن ينفع حط S مع I أنا طبعاً كلام ده مرفوض تماماً يبقى ما نقدرش نقول لكن الصح إن احنا نقول لأن مع I وB وU زي نجيب الفعل زي ما هو هنا الرجل ده بيقول بيتكلمنا إحنا بيكلمنا عن البنت دي وبيقول عليها إنها She plays tennis on Fridays She plays tennis on Fridays هي بتلعب تنس في أيام الجمعة طبعاً كلام ده صح ولا غلط طبعاً ده صح لأنه قيل She plays ما قالش She play يبقى هو بيقول إنها كل جمعة تقريباً بتلعب التنس She plays tennis on Fridays هي بتلعب التنس on Fridays البنت دي دلوقتي بتتكلم مع الودة وبتقوله بتكلمه هو بتقوله You don't play tennis on Fridays أنت مش بتلعب تنس في أيام الجمعة طبعاً فتقوله You don't play الفعل شكله ما يتغير شيجي مصدر زي ما هو مع don't و doesn't بنحط الفعل في صيغة المصدر بدون أي تغييرات دلوقتي البنت دي بتتكلم على الودة ده وبتقول أو على الراجل ده وبتقول أن He don't play tennis on Fridays الكلام ده سليم ولا غلط He don't play tennis on Fridays هل ده كلام صح ولا غلط طبعاً الكلام ده مش مظبوط لأنه ما ينفعش أقول He don't play المفروض أقول He doesn't play tennis He doesn't play tennis on Fridays doesn't و doesn't و don't بيجي وراهم المصدر تعالوا نراجع الزمن كده بسرعة في الشكل المثبت يعني الفعل بيحصل قلنا مع I و You و They والاسم الجمع الفعل يجي زي ما هو play I play tennis You play tennis لكن مع He و She و It والاسم المفرد نحط للفعل اس من السيش النقطة دي مهمة ونقول He plays tennis هو بيلعب تنس أو She plays tennis في النفي بنقول I و You و You و They don't play مع I و You و They نقول don't play tennis ومع He و She و It نقول doesn't play tennis I don't play tennis أنا مش بلعب تنس She doesn't play tennis هي مش بتلعب التنس don't و doesn't يجي معاهم المصدر يبقى احنا حطنا الاس في play فقط لما كان مع He و She و It و اس مفرد في الصيغة المثبتة يعني الفعل بيحصل لكن في النفي لا يلعب مش هنحط اس في play هنحطها في do هتبقى does not doesn't اذا فلا بد من اضافة حرف اس للفعل مع He و She و It و كذلك مع الاسم المفرد و كل الجمل التالية خطأ الجمل دي كلها اللي قدامكم جمل غلط و الغلط ده بيتكرر مننا كتير أي شخص مبتدئ في اللغة الإنجلزية ممكن يكتب الكلام ده ممكن يقول He go to school هو يا سبيل المدرسة غلط He goes علي like fish غلط Mona play tennis غلط Mona plays tennis She sleep early هي بتنام بدري غلط She sleeps early هي بتنام بدري لازم احط اس للفعل مع He و She و It ولا يمكن ان يأتي المصدر مع المفرد الغائب في الجملة المثبتة لكن هناك افعال يضاف لها حرفي ES و ليس اس فقط في افعال بتحطلها حرفين ES مش اس بس وهي الافعال اللي بينتهي مصدرها بالحروف SS أو SH أو CH تعالوا نشوف الأول SS كروس يعني يعبر ويعاد الشارع مثلا I cross لكن مع He و She و It مش هنقول He cross هنقول He crosses هنحط ES مش اس بس الفعل اللي بينتهي كمان ب-SH هنقول I wash He washes والفعل اللي بينتهي ب-CH هنقول I watch He watches يبقى في افعال بنحط لها ES مش اس بس الكلام ده مع He و She و It والاسم المفرد مين الافعال دي؟ هي الافعال اللي اخرها SS في المصدر اخرها SH في المصدر اخرها CH في المصدر وكمان الافعال اللي اخرها O اللي اخرها O I go He goes I do He does والافعال الافعال الاخرها X I fix Fix يعني اصلح I fix He fixes انا بصلح هو بيصلح I fix He fixes يبقى الافعال الاخرها SS او CH او SH او O او X بيتحطلها مع هيو شيوقت ES مش اس بس ده كان الجزء الاول في شرح المدرع البسيط لو اعلمك في الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة اشترك في القناة